ازايكم يا جماعة عاملين اي رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج العرب وطوقات العاطفية لشهر فبراير لعام 2021 برج العرب من اهم الحاجات اللي انا عايزة اتكلم عليها في الوضع العاطفي في البداية اخليني في البداية للناس المنفصلين لان الناس المنفصلين انت هيكون عندك احساس انك عايز ترجع جدا وانك ساع انت بتحاول تتناسى او مش هقول بتحاول تلسى انت بتحاول تتناسى يعني بتيجي او بتضغط على قلبك جدا عشان تنسى لأيا كان الظروف ايه يمكن انا اشوف ان برج العرب ما يفضلش ان انت ترجع ليه الماضي خاصة الماضي البعيد خاصة الماضي البعيد لانك مشكلة كبيرة جدا انك ما بترجعش او ما بتحاولش ان انت تكون في علاقة جديدة الا لما تلاقي الشخص المناسب الشخص اللي يختفق فعلا يختفق المشكلة كلها في ايه بقى ان موضوع الرجوع انت ممكن تكون بتفكر في الرجوع الشخص الغلط يعني شخص هو غير متاح حاليا انه يرجع لك او بتفكر في الرجوع لشخص هو عنده نفس المشكلة اللي حصل بسببها الانفصال فانت ممكن تتراجع مرة تاني او يحصل عندك مشكلة تانية فبالتالي الموضوع يبقى ازمة يعني مش يبقى انفصال لا يبقى ازمة كبيرة فهنا ارجع واقول ان احنا عشان نرجع ليه الماضي فحاول على قد ما تقدر انك تكون واقف على ارض محايدة يا اما تتفق مع الشخص دا يا تتفق مع نفسك كده وتقعد مع نفسك تتفق على الجديد وامورك وي 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 وانك تكون عارف وواصف من خطوات مهمة دا يا برج العقرب اللي انت محتاج برج الاسد معلق معي وعايز يطلع عشان لسه كنت عامل برج الاسد عمتا فده بالنسبة ليه الناس المنفصلين يفكروا كويس هل انت عندك رجوعه وانت عايز ترجع للماضي اكتر ما الماضي عايز يرجع لك وهنا شوية مشكلة خاصة مرقة برج العقرب انت بتفقري جدا في شخص انت حسنه هو جرحك حسنه هو وجعك جدا انت اللي عايزة ترجع له اوي هو بيفكر فيك على فكرة خاصة لو هو من الابراج المائية السرطان لو هو من الابراج الترابية برج انصور فعندنا في بعض الابراج لو مثلا يعني بتختلف من رجل لامرأة اكتر وخاصة كمان في امور العشريات ولكن عامة المجمل العام فبرج العقرب انت اللي عايز ترجع اكتر من ان يكون الشخص الاخر عايز يرجع لك لكن تفكيرك في بكرة وبداية من النص التاني ان انت بتفكر في بكرة وبتفكر انا عايز اعمل وخطة طويوي هتبدأ تخليهم ان هما يلتفتوا ليك جزئيا في جزئيا دي نقطة مهمة كنت حابة ابدأ بيها طيب من الناحية التانية اللي عايز اتكلم عليها وهي الناس المرتبطين الناس المرتبطين احنا عندنا هيكون يعني فيه امور كتير مختلفة بعض الشيء في النص الاول هيكون عندنا حالة مش احنا نفسنا مش هنكون فاهمينها عندك بتميل الى بعض الامور اللي فيها زعل او اللي تزعل يعني تلاقي نفسك انك بتشوف الحاجة اللي تزعل بتشوف الحاجة اللي تزعل ودي مشكلة انت ممكن تكون هتعاني منها خلال الفترة بتاعة النص الاول طبعا اي حد بيسمع العاطفة البرج العارف تكونوا حرسين عليهم في النص الاول ومتاخدوش في بالكم اي حاجة ممكن يكون بيبقى فيها داعي للزع طي النص التاني الامور هتتعدل ويبقى فيه يعني الدنيا هتتصافة شوية لكن عامة احنا عندنا بالنسبة للناس اللي هم مش مرتبطين تماما لأ هيكون عندك فيه اربع علاقات ومعجبين كتير وفيه كمان ممكن تبقى بداية عاطفية هم دول اللي هم يعني ربنا يكرمهم يعني اكتر عشرية مميزة في الامور العاطفية هي العشرية التالتة لكن العشرية الاولى والتانية بيعانوا شوية بيعانوا من حب في الماضي او تأثير بعض الزعل او تأثير خلافات عائلية مؤثرة على الامور العاطفية فاذا احنا كده ادينا الشكل الكامل تعالوا نتكلم على علاقة كل برج ببرج العرب برج الحمل اللي بتتزي به العرب والحمل هتكون علاقة يعني بتكون فيها حالة من الجدية حالة من الصعود حالة من ان احنا بنقوي بعض رجل العقرب ومرقة الحمل هيكون هم اللي اتنين عمليين او بيفكروا بشكل عملي اكتر معين؟ مرقة الحمل بتبقى محتاجة رومانسية العرب هيبقى عنده حالة تعويضية في النص الثاني صبر شوية مرقة الحمل طيب بالنسبة لي العكس هيكون في حالة رومانسية افضل واحسن بالنسبة لبرج الصور والعرب برج الصور لازم تكون حريص جدا على موضوع الغيرة يا مرقة الصور ورجل العرب اكيد لكن لو العكس او المجمل العام سواء العرب او الصور ايا كان خلي بالكم جدا لان النص الاول مش هيكون قلتة في حاجة لانهن احنا بنفكر في امور مهنية وبعض الخلافات العائلية او تدخلات عائلية عند الطرفين فبالتالي في مشاكل في العلاقة دي بسبب الاهل او بسبب اصدقاء او بسبب سوق ظنة فولكن الا من رحم ربي عشان وعدادهم قليل قوي طيب بالنسبة لي برج الجوزاء الجوزاء والعرب هم حالة يعني في النقيطة يعني هتلاقوا ان انتو وقت حل ووقت مش حلو حتى النص الاول يعني برج الجوزاء انت عندك زي فيديون او في حاجة بتسددها في موضوع بتسدده لكن كنوا حذرين في خلال الفترة بتاعت اول اسبوعين من ان احنا ممكن ننهي علاقة اساسا وانتو تموتوا في بعض جدا وبتحبوا بعض جدا وتميلوا ان انتو تنهوا العلاقة فدي شوية ممكن تكون مشكلة طيب برج السرطان والعرب السرطان والعرب هيكون عندنا حالة من او نوع من انواع عدم التفاهم يعني احنا مش فاهمين بعض عايزين اي يعني فهايكون رغم ان احنا ممكن او ممكن تكونوا مرتبطين بقالكم كتير عشرة بس حاسين ان احنا الاول مرة بنكتشف بعض او مش فاهمين اللي جد في العلاقة دي فهيكون عندك ده جدا حتى كمان المنفصلين في العلاقة دي هو العقرب باقي اكتر بس في نفس الوقت السرطان من جواه باقي لكن ظاهريا كأنه بيهاجم فدي مشكلة بتواجه العلاقة دي شوية ولكن ارجع اقول ان الخلافات هتكون معظمها هتتحل في العلاقة دي خاصة لو رجل السرطان ومرأة العرب طيب عم لان رجل العرب بيكون اشد يعني بيكون عنيد قوي على نفسه ويجي على قلبه قوي يعني قاسي على قلبه لو طيب بالنسبة ليه برج الاسد برج الاسد والعقرب النص الاول مش هيكون لطيف بصوا انا خلوني اكون صريحة معاكم النص الاول مع العقرب هو المشكلة لان النص هو نفسه مش عارف في ايه عنده بعض الضغوط بعض المشاكل بيفكر في الماضي خايف من المشاكل يقع فيها في العلاقات العاطفية فده مؤثر عليه نفسيا لكن النص التاني الدنيا بتبقى مختلفة تماما اهدى ومختلفة تماما عن النص الاول طيب برج الاسد علاقتك معاها تكون مشيا اللي هو فيه بعض الخلافات انت حسوا ان هو ممكن يكون مش مسؤول بعض الشيء والعكس صحيح بس الدنيا حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تتغاضوا عن بعض التكات او العيوب لان المرأة العقرب ورجل الاسد هيكون فيه رومانسية بتجمعكم ومعجبين ببعض فخلي الانجذاب هو اليقوى يقوى في العلاقة ديه طيب بالنسبة ليه برج العزرق العزرق والعقرب هيكون عندكم حب البعض وجاذبية قوية جدا جدا الى ان انتوا بتقفوا البعض على بعض الحاجات مش دماغ بعض كاين احنا مش عايزين نفهم بعض ديه مشكلة الى ان الى ان هيكون فيه جاذبية ومرأة العزرق بتنجزب اكتر واكتر لرجل العقرب لكن الشكل او المجمل العام لقداني هتبدأ تتحسن معانا فيما بعد طيب بالنسبة برضو ليه برج اللي بعد كده الميزان الميزان والعارب ما بينهم ان فيه انجذاب خطير يعني هما الى اتنين بينجزبوا البعض جدا وفيه اربع علاقة بس فيه خلاف موجودة عند العارب والميزان بقالوا فترة وبيبدأ انه هو ممكن يدخل في حالة من من العند الشوية او حالة فيه حالة صعبة وده هيكون عندنا يعني قدر اقول لحد اول عشر تيام بيبدأ الوضع يختلف فيه تاني عشر تيام من يوم عشرين العلاقة دي هتبقى افضل واحسن لان الميزان جاذبيتك بتزيد اكتر من بعد يوم عشرين فده هيقرب العلاقات كمان بالنسبة للمنفصلين هيكون العلاقة دي فيه حنين لبعض جدا جدا واللي مش مرتبطين هيكون برضو فيه جاذبية برج اللي بعد كده العقرب والعقرب العرب والعقرب طب انا عايز اقول لكم حاجة مهمة كعشريات العشرية التانية بتنجذب لبعضها اكتر يعني العشرية التانية بينجذبوا البعض اكتر بيحسوا انهم متفاهمين اكتر ايا كان عن العشرية مثلا انجذبوا للتانية للتالتة يعني صعب شوية يعني الموضوع العشرية عند العرب يمكن اقوى واشد من العشريات المختلفة ما بين الابراج التانية عامة فالعرب والعرب علاقتهم مع بعض ايه علاقتهم يعني هيكون ما بين اللي هو كل لحظة حاجة مختلفة لكن لكن لو انتم اللي تنين من العشرية التانية فانتو عندكم اللي هو كأنكم بتطبطبوا على بعض عارفين تطبطبوا على بعض بتحسوا بعض جدا وده يمكن الشيء اللي بينقصكم خلال الشهر ده ويقوم العلاقة بشكل ترابط وعلاقة وسيدة اكتر بالنسبة لبرج القوس القوس هيكون في قرب علاقات على رغم مرأة العقرب عليها تعقيب كبير على رجل القوس ولكن هيكون في تحسين علاقات لكن مش كتير العلاقة دي لو فيها خلافات فممكن يحصل فيها انفصال طيب برج الجدي الجدي والعرب علاقة هيكون بتميل الى الاستقرار هيكون فيها هدوء في العلاقة في قرب فيه في ان احنا بناخد وندي لان الجدي عنده وضع جدلي اه وعنده برضو حتة ان هو ايه بياخد ويدي مع العقرب هياخد ويدي بس ما يمنعش انه هيطلع بروح الجدل شوية ولكن العقرب هيفوتها له ويعديها ليه لان هما الاثنين بيسعوا ناحية الاستقرار استقرار بقى اقيا كان طيب بالنسبة ليه برج الدلو الدلو ممكن اقدر اقول ان اول اسبوع هيكون الدنيا مش قلطة في حاجة لكن بعد كده الدنيا تبدأ معانا بتحسن كبير جدا 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 رجل العرب هيبقى بيساعد جدا مرقة الدلو طيب بالنسبة ليه برج الحوت الحوت هيكون عندنا الدنيا مش قلطة في حاجة بس في ضغوط لو مرقة الحوت ورجل العرب هيكون في بعض المشاكل ولو في خلافات هيؤدي الى انفصال فنكون حذرين جدا اما العكس هيكون فيه هدوء بس نصبر او اسبوع اهم حاجة لان الحوت هيبقى عنده داخل في مرحلة هدوء فيبدأ يصبر على العرب عامة يصبر عليه الاسبوع الثاني بس على ما ندخل بقى نص الثاني من الشهر يعني عامة بتمنى كتير ان انا اكون في التوكم ما تنسوش اللعك وشوفكم في قناة تفعيل الجرس سلام